ردوا على إذاعات الكلب وليس وكالات وإذاعات الإعلام ليس أعلام بإذاعات الكلب ردوا عليهم أو الشعب الليني أنا إذا كان الشعبي ما يحبني ما ينسوا حقش الحياة إذا كان شعبي والشعب العربي والشعوب الأفريقية وكل الشعوب إذا ما تحبش عمر جدافي عمر جدافي ما ينسوا حقش الحياة حق اليوم واحد اردوا عليهم خلهم ينكسوا خلهم يحسوا خلهم يحلوا الغاد الرئيسي من عزر عن الفتنة والفساد سمعت نقطة مختصرة علي هذا العميل المدعو مصطفى عبد الجليل لا شخصية لا تقافة لا عقلية لا تفكير اللي صاير كله بسبب هذا الخنزير حلم يستكلاد ناوي دنس أرض الزاد نايفونا ساكتين المجلس انت قاعد مع الأوغاد الضالين ليه توجيه سياد هم مزلدون مستنين درنا دورة في الغرف لمشرك جايين 2-70 ساحد كونوا خفرتهم محصرين تكلموا فياس المعارضة وهم معجورين يخلصوا فيهم بالدولار عجين ومفسلطين يحارفوا فيكم بالريموت وانتوا غافلين الله يلعلي بعت ربرourdan المشركين الله يلعلي بعت ربرourdan المشركين الله يلعلي بعت ربرourdan المشركين الشعب يريد معامل العقلين ظالين يحظوا بليور ودولار على الساس قاموا دورة داروا بيع العار زوصة كبيرة ضرعوا منها غاسرين دوار عاشوا فيها مزرى العايشين تقول ثورة اي ثورة ينزح بوك ورته واحد ظال والشعوب خلاص عتبوك بعد بلادك بعد روحك بعد شرخك بعد دمك زرت فيهم السنونة تهبوا في قنقب ولحك شلقوا المسكين كفي دير زيكي قيس نونة طايحين ما نفيش نحكي عالتعلي بالمكان يا مصماري جبت الروح كالعار اخنبت خمسة مليار اخنبت في منس الشعب سلقوا اي شاعات ركبتوا فينا الرعب لكن هذا الشي ما يختلفوش فيه اثنين معمر قايا ثورة من تسعة ستين الشعب يريد معامل العقلين طولة لقامت مرة متعودش مرتين هذا وقت مكونوا من تحسين ضد المحتلين لكن وين الهربة راي سلقوا دين عيشوا بعيد عنا خليكم عرش عيين بلادي ليبيا مرزلنا فيها باقلين مع مرطاية ثورتنا غصبا لحاسبين عنا واضحة اننا بنغازي جاهزين مستلماني نيل وحيشي ليشار عشرين عقيم وطورة كبثورة الهضب و بوستين حنطقوا بيوتهم من استعميرين وحنا معاهم شعب واحد واقفين ليبيا هادي بلادي نفيذها جاهزين شيك وقت نتكلم عن المخربين يقفلوا في رواحبوتهم ما همش حاسين الله غالب في الأحبوب عايشين الله غالب في الأحبوب عايشين شعب يريد مامل عملي 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 شعب يريد مامل عملي